لا يتوقف الشد والجذب بين الإدارة الأمريكية والنظام الحاكم في إيران منذ وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض آخر تلك التجذبات مثلها قرار تعتزم إدارة ترامب بموجبه تصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني ضمن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية القرار يعد المرة الأولى في الولايات المتحدة التي تعتبر فيها واشنطن قوات نظامية لدولة أخرى منظمة إرهابية كما أنه يأتي قبل مرور عام على قرار ترامب الانسحاب المنفرد من الاتفاق النووي مع طهران في سياق استراتيجية أمريكية أكثر تشددا تجاه نظام الملال في إيران في المقابل يؤكد رئيس اللجنة الأمنية الوطنية في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحت أن أمريكا إذا أدرجت الحرس الثوري على قائمتها للجماعات الإرهابية فإن إيران ستضع الجيش الأمريكي على قائمة للإرهاب مع تنظيم الدولة رد إيراني من شأنه أن يفتح الباب أمام تصعيد التوتر بين الجانبين لا سيما في الدول التي تشهد وجودا أمريكيا وإيرانيا ولعل ذلك ما دفع المسؤولة الرئيسية في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران ويندي شيرمان إلى القول إن هذه الخطوة سيكون لها تابعات على القوات الأمريكية في مناطق مثل العراق حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران في أماكن قريبة جدا من القوات الأمريكية ما يعرض جنود الأمريكيين للخطر غير أن هذه ليست المرة الأولى لعقوبات أمريكية تطول الحرس الثوري الإيراني فلطالما فرضت واشنطن عقوبات على أفراد ينتمون لهذه القوات كما صنفت واشنطن فيلق القدس التابع للحرس الثوري منظمة إرهابية ذلك الفيلق الذي يقوده قاسم سليماني وتولى العمليات العسكرية الإيرانية خارج حدودها تصاعد التوتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني من شأنه أن يلقي بظلال قاتمة على الأوضاع في العراق بصفة خاصة فالحكومة في العراق ترتبط بالنظام الإيراني بعلاقات وطيدة تصل ربما حد التباعية لنظام الملالي ما يمثل عائقا أمام الاستراتيجية الأمريكية إزاء طهران فهل تستهدف واشنطن سحب النظام في العراق تدريجيا بعيدا عن مظلة النفوذ الإيراني؟ قادم الأيام ربما يجيب على ذلك التساؤل